موسيقى 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 يس واخيراً رجعت مع فيديو جديد ومسابقة جديدة وهالمرة معنا مش رابحة واحدة ثنتين كل واحدة من الرابحات رح يحصلوا على كوريان سيفتي بوكس اللي هو هذا الصندوق صندوق السعادي أنا سميته اللي بيحميكم من كوفيد ناينتين بمنتجات كورية وأيضاً أكو مفاجآتي هواية داخل هذا الصندوق باوعوا كل هاي منتجات أكو هواية شغلات بالداخل وأكو منتجات لبيتي اس و بلاك بينك بالداخل هنبعد يعني بس بدي أخبركم ناكست الشروط موجودة طبعاً تحت بخانة الوصف وهنبعد بإمكانكم تفوتوا على صفحتي على الانستجرام هناك رح نختار الفائزات الثنتين الثنتين هيك أربعة ثنتين على موض يحصلوا على كوريان سيفتي بوكس خلونا نبدأ حلقتنا ونشوف ما بداخل هذا الصندوق المنتجات الكورية اللي بانتظاركم لاتس جو بدنا نشوف هلأ بشو رح أبدأ بسم الله اوكي هس رح أبدأ بمجموعة كمامات كورية ورح أعطيكم معلومة كلش مهمة بالنسبة للكمامات اللي معي اللي مكتوب عليهم كي اف أربعة وتسعين شايفين؟ وهم بعد هنا مكتوب هيا كي اف أربعة وتسعين ايش يعني كي اف أربعة وتسعين؟ يعني هاي الكمامات هي أعلى كمامات جودة بالحماية top of the security واا 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 ولذلك هاي الكمامات كتير بيستعملوها الكوريين والأمراء والملوك والشخصيات المهمة رح ابدأ بهاي الكمامة يعني اللي رح تربح هاي الكمامات رح تدعيلي شوفو الحلو بستايلها خرافي ولما نحكي 94 شايفين هذه الحماية top of the security 94 سأجربها عشان تشوفوها أمامكم طبعا كل مشاهير الكيبوب انتم سمعيني هيك كل مشاهير الكيبوب بستعملوا هذا الستايل من الكمامات مريح وفيها حماية وما بتشوه الوجه ولا بتخربه يعني باوعه ما بتعمل أي آثار هم بعد الكمامة الثانية سأجربها أمامكم يعني تقريبا نفس الستايل هاي كمال الكمامة الثانية سأجربها أمامكم كمان مريحة يعني ما حسيت بالفرق بين الكمامة الأولى والكمامة الثانية لأن الاثنتين نفس الراحة عاملين والحلو فيهم انهم ما بلزقوا على الوجه اوكي ارمي اكيد كلكم متحمسين تعرفوا هدول شنو وكيف ممكن نستعملهم هدول بنحطوا بخلف الهاتف هيك بتلزقوا شخصيات فرقة بي تي اس زي هيك شايفين تمسك الهاتف بالطريقة هاي شكادي كيوت وهاي كمان الثانية كمان كيوت بتلزق على الموبايل بالطريقة هاي سواء كانت على الموبايل او حتى على كفر الموبايل بتنفع بس انا بنصحكم على كفر الموبايل جد واو على فكرة بالاكسسوارات هاي بتحولوا هاتفكم الى هاتف آرمي آرمي بحت تلينكس اكيد منسيناكم عنا هذا الشي اللهم ستيكرز لفرقة بلاك بينك من واي جي سيليكت رح افتحهم امامكم وتشوفوا ما بداخل الشي هاد لفرقة بلاك بينك هذول ستيكرز بتلزقوا وما كان دفتر كتاب بالحيط المهم هذول بلاك بينك شايفين شكادي كيوت كيف مكتوبة جيسو جيني جيسو هنبعد جيني اوكي اش دعوة آه ليسا ليسا اين روزي اش في اين روزي يعني ثنتين ليسا ثنتين جيسو ثنتين جيني اين روزي وعلى فكرة هذا الشي كثير مهم لانه انا واحد من الناس اللي دايما الكمامة بتضيع مني وين ما بعرف فهذا الاختراع اللي هو العلاقة شايفينه هاد طبعا بيه اللوغو الكوري يعني شعار كوريا موجود شكادي كيوت وحلو المهم هاد بتربطو برقبتكم وبتشبكو بالكمامة وخلاص بتركوها ولا ممكن تضيع منكم نهائيا انا حوارجيكم شلون هلأ هيك بتضبط بتجيبوا الكمامة بنشبكها من هاي الجهة بعدين من هاي الجهة that's it هيك ساعة الكمامة موجودة امامكم حطت الكمامة بالشاقلوب اوكي ما يخالف تلبسوا الكمامة اوه ما احلى الستايل طالع خرافي ووو ولما نخلص نعمل هيك خلاص هاي الكمامة موجودة ومستحيل تضيع ومستحيل تنسوا ما نحططوها والحلو كمان انه كل شي فيها كوريا طبعا هادا اسطايل تاني من الكمامات بالاضافة انه مكتوب عليه هون KF94 يعني كمان حمايته top of the security اتوقع هاي اكبر يمكن شايفين كمامي موجود بالداخل هواية فيه فنتين موجود منهم اتوقع هواية اتوقع هواية درجة الحماية سؤال كم شخص منكم شاهد دراما سكويد جيم اكيد اكيد بتعرفوا هاد شنو من الرسمة اكيد عرفتوها ياس السكر اللي كانوا يعملوا عليه اشكال وكانوا يحاولوا هيك بالدبوس او نكشة الاسنان انه يطلعوا الشيكل دون ما ينكسر وعاكوا هواية منهم بيش يا هاد هو بالسكر بسبب هاي اكوا هواية راحوا فقدوا حياتهم بدراما سكويد جيم هلا انا لحجرب طعمها وبيدي اعطيكم رأيي اذا كان كثير حلو ولا لا لان بصراحة انا انتابني فضولي كثير ادوق طعم امها واخيرا وصلني كوليكشن كبير طبعا مش لقلي للكم للرابحات طبعا هذا الحلو اللي نعرف كثير بلعبة سكويد جيم اسمه تالكونا تالكونا باعفش ايش هي مكوناتها سكر مع نشا ما باعف صراحة بس اوه ريحة سكر واخيرا يا جماعة ما بتعرفوا قديش انا انسان عشقت اني اجرب الشيهات او كان نفسي احنا اشكت كيف اعشقت لأ كان نفسي ان اجرب الشيهات جاهز من كوريا قد ما شفنا فيديوهات كتير على اليوتيوب نزلت من شوارع كوريا واو سكر اسمه تعرفوا كيف طعمه تتذكروا او بتعرفوا شعر البنات هذا اللي كان بنباع بالشوارع نفس الطعم اقسم بالله نفس الطعم هلأ بدي اورجيكم هذا المنتج اللي ممكن انعقم في ايدينا او اي مكان سطحي اللي بيستعمله الكوريين هاي عبارة عن مناديل معقمة تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمية تعقيم اسمعوا الكوالاتي خرافي نسبة التعقيم اللي فيها كمان خرافية وبدوم لفترة طويلة يعني انا واحد من الناس اللي ادمنت بالشهاد او هذا المنتج بالذات كوالاتي خرافي الريحة اول ما فتحت المنديل ريحة المكان اللي بسرعة تعبت طريقة رهيبة يعني هاي المنديل اللي حلو فيها بتعقموا فيها ايديكم بتعقموا فيها المكان اللي بتكم تجلسوا فيه اللي بتكم تمسكوا شغلات مثلا معينة او تلمسوا شغلات بسرعة بتعقموا يا المكان يا ايديكم على فكرة ابدعوا بكوفيد نايمتين الكوريين ابدعوا وعلى فكرة موجود داخل كوريان سيفتي بوكس هاي الماسكات من اهم شركة بكوريا واللي هي رقم واحد اللي هي شركة انس فري للعلم اي شخص بجرب هاي الماسكات ادمن عليها وانا واحد منهم طبعا وصلني هاي الماسكات بنكهتين فيه اللي هي ماسك بالجزر وفيه هاد الماسك ايش اسم هاد الشي فجل ساعدون يا جماعة هاد فجل صح ما بعرف انا ناسي بس هاد جزر الثنين رهيبين واكو هواية ماسكات ثاني من انس فري بس انا حبيت كمان ماسك الجرين تي رهيب مرة وهم بعد هادول الماسكات رح تدعووا لي لما نتجربوهم باوعوا مش واحد ولا اثنين يعني بصراحة خليني نعدهم واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة ستبعة تمانية تسعة عشرة ماسكات عشرة ماسكات لالكم لما نتجربوهم رح تدعو لي للفائزات حلقتنا انتهت لليوم وبهيك بتكونوا عرفتوا انتوا ليش المنتجات الكورية رقم واحد بالعالم لانه الشعب الكوري بيخاف على نفسه بيهتم بنفسه ولذلك بينتج منتجات اللي تحميه من كل شي تحديدا كوفيد ناينتين تحديدا المنتجات اللي انا ورجعتكم اياها بكوريان سيفتي بوكس وطبعا جود لك فور ايفريوان بالنسبة للمصابقة المجانية اصح قبل الختام ما تنسوا اتواصلونا الى المليون مشترك قبل نهاية السنية قربنا ما ضيل شي يعني بس كم الف نوصل مليون اوكي وطبعا بتلاقوا الشروط المصابقة تحت بخانة الوصف وقد لاك ايفريوان سو يوربون سارانجي سيو نيكس فيديو باي باي نيوم زونة الازخ Scott انا يعني ما يجب الوصف نيوم اشتركوا في القناة